بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مسمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في لقاء يتجدد مع برنامج رحمة للعالمين في الواقع البردة هذه اللي كنا نسمعه فيها متاع الإمام البسيري كما أنجزها ونفذها الصديق العزيز أمير عبد المجيد جميلة جداً ماذا بيسمحها لكله لك فيها ثمانين دقيقة ترسيله ما نعملوش برنامج مرحبا بكم إذن في لقاء يتجدد مع الصديق العزيز الأستاذ محمود جبلة الإمام الخطيب والباحث في شأن الإسلامي بارك الله فيك السلام وبركاته مرحبا مرحبا وانجيك الخطة طو بش نبدلوا اللقبة طو بنزيلوا الدالة عالتاو هاك الدالة والنقطة زعم هك ها مالكي بيش مالأخوي أحقك وذي عرقك تعبت عليه شقوله مع الدكتور ولكن الخريم يقبل نعتذر من السادة المستمعين على غياب الصديق العزيز الدكتور جلال الدين علوش الأستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى في الفترة هذه الدكتور جلال الدين علوش عنده التزامات وإحنا خيرنا نفرغوه للالتزامات متاعه وفي نفس الوقت نحفظ حيات المؤسسة العمومية ولكن إن شاء الله حالما يتفرغ من التزاماته يعود إلينا مكانه في القلب محفوظ ومكانه إلى جانبنا أيضا محفوظ يا أخي أكل تشارك كل شيء بالبركة الساعة الله يبارك فيك أحنا الأسبوع الماضي تحدثنا على قدمنا شوية على أطلوح الدكتورال اللي بيش تقدمها قدمتها الحمد لله وربي وفقك الحمد لله وهي قضية من القضايا التي تطرح اليوم على الدول الإسلامية بشكل نعم على الممارسة الإدارية في الدول الإسلامية وفي غير الدول الإسلامية نعم مبروك ساعة كل شيء الله يبارك فيك هذه العملية تمت في سفيقص في جماعة في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسفيقص نعم هي دكتوراه في اختصاص التصرف وإدارة الأعمال علاقة القيم بالإدارة وتسجيل المؤسسات الاقتصادية وتأثيرها على الحوكمة الرشيدة دراسة مقارنة في المنظورين الإسلامي والتقليدي علاقة القيم نعم أنا اليوم هذه محاضرة هذه محاضرة هذه أطلوح الدكتوراه قدمت في إطار تحسابيت نعم خمسة في الخمسة يجوى خمسة عشرين وواحد في الثلاثة يجوى ثلاثة ولكنها تطرق إلى منظومة القيم داخل الإدارة نعم نتحدث عن القيم داخل الإدارة نعم نتحدث عن الإدارة داخل القيم وهذا درك الله فيك يعني في إثارة هذا الموضوع هو ممكن هذا الموضوع يحتاج مننا في يوم الأيام أن نقف عنده نتفرق عنده ونقف عنده يعني دقيقة في هذه المسألة اليوم الحالم كله أدرك أننا بحاجة كبيرة إلى القيم بل أن دين الإسلام بني أساسا على القيم نعم قال ربي دين القيمة وقال ربي سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجة قيمة ينظر بأسانا شديدا من لدن فالآن الإنسانية كلها رجعت إلى هذا الموضوع قالوا نحن تقدمنا على مستوى التكنولوجيا تقدمنا على المستوى الرقمي الآن نعم فهناك ثورة رقمية في العالم كله تقدمنا على مستوى المناهج مناهج العمل تقدمنا على مستوى أسلوب العمل ولكن لم نتقدم في أسلوب العناية بالبشر نعم قال في خضم هذا نسينا العنصر البشري فعندما عادوا الحديثي للعنصر البشري برزت القيم كأهم محدد فيما في سلوك العنصر البشري لأن اكتشفوا بكل الدراسات الاجتماعية وحتى الدراسات العلمية التي قامت أن المحدد في سلوك البشر هي القيم حتى اليوم أنا مع تطور الرقمي يتبين للشركات الرقمية الكبرى في العالم التي تشرف على تداول المعلومات وعلى التفاعل بين الناس يعني اليوم قاعدين نرى يوميا في محاولة يعني فرض حد أدنى من القيم في التعامل بين الناس رقميا قاعدين نشوف التأثيرات السياسية على المستوى الرقمي المستوى الاجتماعية الفضايا حالكذا كل الناس ينادونها بتطبيق موثيق قيمية بل أن نجعل لكل مهنة مثاق قيمي ثم كما المثاق القيم والأخلاق إلى الصحافة والإعلان كما المثاق القيمي في المؤسسات المهنية المثاق القيمي حتى في المؤسسات العمومية وهذا من ذلك بأولى واحد وموثيق قيمية أخرى للمجتمع نفسه وأنا ثم هناك تجربة في أحد البلدان الغربية في ألمانيا الآن عند دخول التلميذ إلى السنة الأولى في المرحلة الأولى في المرحلة الإبتدائي يقع في أول يوم من الدخول المدهسة ضبط ميثاق قيمي يمضي عليه كل التلميذ ذلك الفصل هم في الأولى الإبتدائي هم في الأولى الإبتدائي لتعليمهم الالتزام واحترام القيم من بين عدم التمييز بين من ينتمون إلى ذلك القسم احترام الجميع النزاهة الشففية عدم الكذب إلى غير ذلك ويعلق هذا الميثاق في القسم ويبقى مرجع يعود إليه الجميع من هذا الطفل يتربى منذ لحظات الأولى وقت يخرج للمجتمع الذي هو السنة الأولى الإبتدائي من يتربى للمنظم ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بماذا لقبوه لقبوه بالصادق الأمين صحيح تمثلت فيه هذه القيم قيمة الصدق وقيمة الأمانة وهي التي يحتاجها المجتمع وكأن الله تعالى يريد أن يقول للرسول ولغيره لا يمكن أن يكون رسول دون أن يكون بهذه القيم نعم ولكن نحن نحكي وعطى على القيم داخل المؤسسة الاقتصادية داخل المؤسسة الاقتصادية نعم هو بعد الإخفاقات المالية الكبرى التي كانت في آخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين مما جعل المنظمة العالمية للتجارة والاقتصاد والتنمية وهتابة الأمم المتحدة تصدر جملة من البروتوكولات تحدثت عن جملة من المعايير لضبط مسألة الحوكم رشيد داخل المؤسسات وهذه المعايير هي معايير قيمية في حال ذات تحدثت عن النزاهة تحدثت عن الشفافية تحدثت عن المسئولية تحدثت عن العدل وتحدثت عن الرقابة وهي خمس مسؤوليات أساسية في إدارة المؤسسة وحسن إدارة المؤسسة الحجم الاجتماعي للمؤسسة تحاسب المؤسسة التي تستغل العنصر البشري وتستعبد الناس التي لا تنصفهم ولا تعطيهم المساواة في الأجزر بين المرأة والرجل مثلا ثم الجانب الثاني هو مراعاة العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة على اعتبار أن هناك داخل المؤسسة مجتمع مصغر صحية قائم على علاقات بشرية فكما تراعي حسن صيانة الآلة وتوفير منهج العمل السليمة لابد أن توفر مناخ اجتماعي للعمل داخل المؤسسة منها جاوزنا الدم سميث أعتقد دعه يعمل دعه يمر نعم جاوزنا هذا المؤسسة ثم أيضا لا يكفي فالمؤسسة لها علاقات اجتماعية مع محيطها الخارجي نعم فلا يمكن لمؤسسة أن تستمر وأن تنجح إذا لم يكن لها التأثير الإيجابي في المجتمع من حولها ولذلك نجد المؤسسات الكبرى في العالم تتبنى مثلا أعمال ثقافية اي صحيح تتبنى كتابات تتبنى كتاب تتبنى رسامين وفنانين نعم تمويلهم لماذا لأن تشعر أن الثقافة هي جزء من طربية المجتمع ومن تكوين المجتمع نعم لأن الفنان مثلا المبدع لا يستطيع إذا تفرغ لفنه لا يستطيع أن يشتغل مانا أخرى وهو غير قادر على أن يمول هذه الأعمال فتأتي المؤسسات الكبرى وتمويله لأنها تعتبر أن العنصر الثقافي والجانب الثقافي والجانب الطربية وداخل المجتمع هي أيضا كمؤسسة ربحية هي مسؤولة عن هذا هل الإدارة التي تقوم على منظومة قيمية هي ذات إنتاجية أفضل؟ نعم وهذا ما وقع تأكيده هنا في بين الفرضيات أن الإدارة بالقيمة تؤثر إجابة في الأداء الإداري وهو أداء الأفراد وأداء المؤسسة ككل على اعتبار أن الإنسان محاسب في عمله نعم وليس الإنسان إلا ما سعى فقيل هذا ذواب عنده في الآخرة وجزائهم في الدنيا لأنك أنت تقيم على مستوى سعيك حتى أن من باب تفصيل في مجال الاقتصاد وهذا تحدث عنه الموردي في الأحكام السلطنية في توزيع الأجور فقال أنه احتساب الأجر يكون على البلاء أي جهد الإنسان وحاجته فالمتزوج هذه معادلة ومنظومة كانت تتبق منها السعادة في وجودها في المؤسسة جهد الإنسان جهد الإنسان وحاجتي قال الرجل وبلاءه الرجل وحاجته على هذا الأساس تولزع الأجور نعم أنت لك جهد ولك بلاء تؤجر على ذلك الجهد وتؤجر على حاجتك فحاجة المتزوج له ليست حاجة الأعزب وحاجة المتزوج وله أبناء ليست حاجة المتزوج وله ليس له أبناء تصور أنت اليوم موظف في إدارة نعم يخلص 700 دينار مثلا ونهارة اللي بيش يتزوج معرفوا أي تقولوا أنت تتزوج أنت بالحاجة متاعك كبر تقولوا أنت تخلص مليون مثلا نعم شوف لأنه هي الصورة متكاملة للمجتمع لأن الغاير المتزوج نعتبر أنه ليس له رفاه المتزوج داخل المجتمع ليس له تلك لكن اليوم المنظومة الاقتصادية العالمية أو في تونس أو في غيرها هي منظومة متوحشة لا تراعي كل هذا هذا الذي وقع التأكيد عليه أي أن المؤسسة التي تفكر فقط في الجانب الربحي هي مؤسسة كما يقول كثير من العلماء سواء كان في المنظور الإسلامي أو التقليدي يقول أن هي مؤسسة سائرة نحو الاندثار لأن هذا التغول سيجعلها تتآكل من الداخل لا تعزز حب الانتمالي المؤسسة لدى موظفيها وهذا موجود وبالتالي يصبح عدم الاهتمام بتطوير المؤسسة وتطوير أسلوب العمل والمحافظة على روخي العمل يعني حاجة تقريبا لا أقول مستحيلة وإنما حاجة يعني ليس لها اعتبار يا سيم محمود الله يبرك لك تباحر تعرفش تعيش عاملوش قاعدين نعم معنيها سمحني مش معنيها هذا مهم جدا نظريا يبدو اليوم يخدموه ثلاثة يعطولو عقد بثلاثة شر وبعد يتره يخلليه ويقعد الأشياء ما يخدمش بعد يعبدو يرجعوه مش ميقوليش مش ميكونش عنده حق عنده حق ترسيني وحق يعني يعني فعلا وهذا وهذا تأكيد انصار أنه اليوم فقدان القيم في إدارة المؤسسات هي معظلة كبيرة وكبيرة جدا وتقف سد مني أمام نماء وتطور المؤسسات وتطور الاقتصاد بصفة عامة لأن أنتو ربي في الناس أنا لا أقول فاجأني وإنما الآن تجدوا المنظومة العالمية للجودة لزو قامت بإنجاز منظومتين المنظومة الأولى رقم 37001 متعلقة بمقاومة الرشوة هم ليس لهم علاقة بالدين ولكن يعطي عبرون أن الرشوة من أسوأ الممارسات التي تعرفها المجتمعات لأنها فها ضياع حق الناس والمنظومة الثانية هي المنظومة الخلوقية داخل المؤسسة والقيمية كيف نبني منظومة قيمية داخل المؤسسة في محافظة الموظفين على علاقة ببعضهم البعض المسؤول مع المسؤول عنه إلى غير ذلك على اعتبار أن الجانب القيمي الآن أصبح جانب محدد كما ذكرنا في حسن أداء الفرد وأداء المؤسسة ولكن المشكلوين هو أنه يعني مش شعار هو منع الرشوة أن تتصدى للأسباب الحقيقية التي تمنع الرشوة هذا هو لأنه كنت تشوف القاضي في بريطانيا مثلا شي يخلص وتشوف القاضي في بلدان أخرى شي يخلص يعني طبيعي لأن الإنسان هو الإنسان في كل مكان كنت تدفعه يعني كما كنتشوف أنت المسؤول في بعض الدول المتقدمة في مواقع السياسة رجل الأمن اللي هنا وهناه يعني أنت تمنع الرشوة أنت ش قلته جهد الإنسان وحاجته ش محتاج أنت ما الذي يحتاج أنت ستشجع على الرشوة بطريقة أوتوماتيكية إذا لم تعطي للإنسان حاجته ومقابل جهده نعم طب يعني المشكلة ليس موضوع طويل موضوع طويل أنت حصلت على إذن الدكتوراه بشهادة مشرف جدا بملحافة مشرف جدا نعم أخوي كورشي بالبركة الله يبيرك فيك أول حاجة ما تكنيش في المبروك أكيد أكيد لكن هذا أنا أريد هنا كلمة بسيطة شي وليدا سمحت يعني التحفيز الكبير الذي كان لي يعني عندما قرأت لكثير من رواد الفكر الإداري في الإسلام بسفة عامة نعم ولكثير من العنماء الذين أبدعوا قرأت لابن سينة ابن سينة عاش 52 سنة ولم تتوفر له ما يتوفر لنا من حسن الولوج إلى المعلومة والوصول إليها بأسرع ما يكون صحيح كتب 200 مؤلف منهم قانون الطب إلى حد الآن لازال يدرس في الجماعات الأوروبية نعم قلت ما أحقر هذا الإنسان يعني أي ستين سنة وأنا بلغت الستين ولا يكون لي إسهام ولو بسيط ولو بسيط فهذه أعتبرها مسئولية ثم قلت أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بارك لي ربي في مطلع شمسي يوم لم أزدد فيه علم يقربني إلى الله م شاء الله وقل ربي زدني علمه هذه آية تتلى هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فهذه دعوة للشباب اليوم أقول أنا العلم لا يتوقف مع عمر صحيح لا نحن مسؤولون أنك تطلب العلم من المهدي إلى اللحد فعلا يعني وهناك مجالة العلم والتعلم الآن كثيرة أمامنا ويقول أحد العلماء يقول أي علم لم نتعلمه فهو فرض كفاية في حق كل مسلم حتى يصل المسلم الأول إليه يعني إذا كانت ثم علوم اليوم أحنا ما يشعدنا فهي كفرض كفاية علينا فرض عين علينا حتى حتى تنجز حتى تنجز نهارتي لتنجز تصبح فرض كفاية الآن علم الذرة الآن علم العلوم النووية علم المعلومة والتواصل المعلومة العلم الجيني اللي هو علم الآن والله يا سي محمود أنا يعني في فترة من الفترات حاولت أن أقترب من المنظومة العلمية في تونس المنظومة البحثية نعم واكتشفت يعني عقول عظيمة في تونس نعم في ميجاليتها لو مختلفة نعم في الطب وفي النانو التكنولوجي وفي شي كبير روش عنه دماغات ولكن نعم نطلع نشوف اليوم على البرلمين نبدو نخزر ش صاير في البرلمين اليوم في مقابل ناس أسادذة وبحثين نعم نقول عليش منيش لكل المجتمعيين حول البحث العلمي لش منيش ندعموا نعم شوف معناه الكلام نعم احنا عنا الدكاترا مش همهم شي يخدموا نعم بطالة نعم مرقاش بش يخدم أصلا يعني بش يخدم شهرية بش عيش بها نعم فما بالك بالبحث العلمي ولا وهذا أيضا الآن عدنا قصور كبير جدا في فهم ما توصل إليه الإسلام ومن سبقنا أنا يعني فعلا لا أقول تفاجأت لأنني لم أقرأ هذا جهل مني لم أقرأ لابن خلدون مثلا ابن خلدون أول من تحدث عن الحجم الاجتماعي المؤسس وكان هذا السؤال طرحه علي أحد الأسادذة في مناقشتي نعم فسألني أنت تتحدث عن الحجم الاجتماعي لديمونسيون سوستان دولون توربريز الحجم الاجتماعي المؤسس كيف تريد أن تسقط هذا المفهوم الحديث في المنظور الإسلامي وتقول أنه قلت سيدي وأستاذي نعود معا إلى ما كتبه ابن خلدون ابن خلدون قال المؤسس الاقتصادية هي جزء من المجتمع وداخلها يدار علاقات اجتماعية صحيح وهي في علاقة مستمرة مع المجتمع من حولها نعم ولتمام هذه العلاقات لابد من القيام قلت له فابن خلدون أول من أعطى الحجم الحقيقي للمؤسس الحجم الاجتماعي المؤسس قبل غيره عنا معناها الشيء نعم وتحدث قبل أدام سميث وقبل كارل ماركس تحدث عن العمل نعم كقيمة قبل المادة وقال أن العمل هو أساس القيمة طب شخليني نقرأ نعم 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 من الاستيعاب أنك تستوعب الآيات تفهم القرآن ولكن في القرآن آيات كثيرة تتحدث عن الأصدقاء وعن الصحبة وكيف يمكن أن تقودك هذه الصحبة إما إلى الجنة أو إلى النار نعم ولذلك ربي سبحانه عز وجل عندما يتحدث عن الخلاء يقول أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صحاب يقعدوا نعم إلا المتقين يقعدوا صحب لأن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل أحد يفره لن تنفعك تلك الصحبة حتى أن هناك من يقول يا ربي هذو من اللي أظلون فاجعل لهم عذابا من النهى عذبهم مرتين يا ربي حضر هم ظلون قال ربي لي كلهم ضعف كلكم حضر أنتم استجبتم أنت استجبت أنت استجبت لهذا الخليل الذي أظل لك عن الذكر فمؤية أخرى عظيمة جدا نعم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فالطلع فرآه في سواء الجحيم قال طالله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون نعم نعم وهذه آياتنا عظيمة يعني فعلا تبين بشيء من الدقة شيء من الدقة تبين نتيجة الصحبة الفاسدة أين ممكن أنت أين تصل هذا منع رب العالمين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لأن هذه سواء ربي يعطيك نموذج نعم لإنسان لم يستجب لصاحب سوء بالضبط ومنع فأطلعه نعم سلم فأطلعه رب العزيز على مآذلك الشخص الذي كان يزين له الأمور الذي كان يغويه الذي كان يريد أن يضله عن الذكر ولذلك الآيات يعني هي مفصلة تفصيلا كاملا يعني كيف قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي هذا يوم القيامة في الجنة هؤلاء يتساءلون كل واحد يسأل على الأخر أين فلان أين فلان أين فلان أنا أعرف فلان أين هو فلان الآن قال قائل منهم أني كان لي قرين كان لي صاحب صاحب قريب جدا قرين قرين منها صاحب مع قرين أنتيم أنتيم صاحب أنتيم أنتيمين قال يعني صاحب قريب وقريب جدا يقول وإنك لمن المصدقين كان ربما هذا الشخص لم يكن يصدق بما هو ملتزم به صديق كان ملتزم هذا الصديق بطريق الله تعالى وذلك الشخص كان أحيانا يستهزئ منه قال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني عندما نموت أسنبعث من جديد نعم سندان سنحاسب يعني هي أسئلة هذه الأسئلة الوجودية أحيانا ويطرحها الكثير أشكون رجاع من القبر ورد الخبر من قال أنك ستحاسب من قال أن هناك جنة من قال من قال من قال هي أسئلة عديدة ومتعددة صحيح أحيانا البعض وكأنه يجد في نفسه ما يقنعه بهذه الأسئلة ولكن هناك الإيمان كما قال أبو حمد غزالي ذلك اليقين الذي يستقر في القلوب ذلك الإدراك الذي يدرك من خلال الإنسان أن آيات ربي لا تنقطع عن هذا الكون وأيات ربي ورحمته لا تنقطع عنك أبدا وعين الله ترعاك أينما كنت وأينما سرت فاتطلع فاتطلع كان الله تعالى يقول لو أنظر لصاحبك الذي لم تتبع قال هل أنتم مطلعون هل رأيتم ما قال هؤلاء قال فاتطلع فرآه في سواء الجحيم رأى هذا الصاحب الذي كان يغيه رأى في سواء الجحيم استوى أمره في الجحيم واستقر أمره في الجحيم قالت الله والله معناه فأقسم بالله إن كت لا تردين شوية لهزيتني لهاوية لهزيتني إن كت لا تردين لو لا نعمة ربي لكنت من المحفرين أي لكنت معك في ذلك لو نعمة ربي يعنيها ما نعنيش الحق سبحانه وتعالى رأني غرقت معاك من كان تبعتك أني غرقت نعمة الهداية ولذلك يقول يقول أحدهم وذي أطرات لي أخيرا يقول لك من فضل الله ومن بركاته على عبد أن يلهمه ذكره فإن نسيت ذكر الله فكأن الله نسيك وإذا كنت تذكر الله فالله يذكرك ما شاء الله لقوله تعالى فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم يعني إذا أردت أن تعرف أن تعرف علاقتك بربك فانظر كيف تذكر ربك وكم تذكر ربك في اليوم كم تسبح الله تعالى على نعمه وحمده ذلك حصن فالله تعالى ينجيك بذكرك له قال ربي في حديث قدسي أنا عند حسن ظني عبدي بي نعم إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي نعم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم نعم يعني انظر كيف يتودد إليك الرحمن ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين وأنك من منعنيش العالي سبحانه وتعالى ركزتني معاك للنفينج قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين فهذا إدراك ثبت توا فهمت الحقيقة المطلقة أن السلاموت وموتة واحدة ومن بعد هذه الموت لن نكون من المعذبين إن كنا من النجين قال إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم ليس هناك فوز بعد هذا الفوز أن تكون من الناجين وقال ربي لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا المشهد هذه الصورة هذه الصورة الدقيقة بين قرينين بين صاحبين أحدهما لم يستجب لدعوة الظلال والآخر كان من الظالين هذا وجد نفسه من الناجين خاطر صحب تسوه والآخر من الظارقين مش بتظهر يجيك أكفر هو حتى أصلا مش كافر هو ولكن الصحب تسوه بشكل عام تبدو تهز فيك بالشوية بالشوية تبدو تبعد فيك بالشوية بالشوية تبعدك عن الذكر تبعدك عن الصلاة تبعدك عن كذا تهزك إلى المحرمات تهزك إلى المشاكل وهنا نشوفه في الأصحاب الصحبة وين تهز نشوفه مقالات مقالات هذا مقالاتك الصحبة وعدم اختيار القرين الجيد وعدم اختيار الخليل المناسب وعدم اختيار الصاحب الذي سينجيك يوم القيامة بما سينجيك بأن يذكرك حتى أن أحد العلماء يقول عليك بمن تذكرك في الله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه هذه من الأثار تنسب يا رسول أم أثر جميل هو يقول لك عليك بمن يذكرك في الله رؤيته كان لنا مدرس للقرآن في ولاية القرآن في أحد المناطق الريفية كان يأتي مدرس يدرس الناس القرآن ويعلمهم القرآن وكان بالحول بالحول يتبادل هو والده يعني كل واحد عدي عام سنع في تلك البلاد عام غادر روح البلاد وعام يقبل البلو والولد وكانوا يلتقيان في تلك البلدة لا يلتقيان في بلادهم متقبلوا في الدارة فسئلة قالوا لماذا لا تلتقيان ولدك توجيكو قالوا لا أريد أن أترك الناس بدوني ذكر الله حبي إن شاء الله أنا هذه ما سولي خيط على عاتقي فكان آخر كلام البو لما يودع في ابنه سواء كان ذاهبا أو عند قدومه يقول له اجلس مع الذي يذكرك في الله جالس من يذكرك في الله أحيانا أنت والسادة المستمعين لما نستمع هذا الكلام بعضهم يقول يعني ما أثر هذا في حياتنا هل سننزوي عن الناس هل سنقاطع الناس هل سنبقى في ركن في جامع أو في أحد الأماكن ولا نخالد الناس لا ليس هذا المطلوب مطلوب أن تخالد الناس وأن تخالقهم بالخلق الحسن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي يخالد الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالد الناس ولا يصبر على أذاهم بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث يوسي أحد أصحابه قالوا اتق الله حيثما كنت وحيثما هنا تفيد ظرف الزمان والمكان أي في أي وقت كنت وفي أي مكان كنت هذه تقوى الله تعالى وقيل من تقوى الله تعالى أن تختار من تصاحب من يعينك على تقوى الله تعالى من يساعدك عن أن تكون من الذاكرين معنى وحدة تلفت علي مينه وعلي ساره ويثبت روحه وشوف أصحابه من هو أصحابك قال اتق الله حيث ما كنت واتبعي الحسنة السيئة تمحها يعني إذا أخطعت وهذا وارد النقطة لابد أن تبحث عن حسنة تصلح بها ذلك الخطأ لأنك السيئة لا تستطيع أن تمحها إذا كانت سيئة وانتهى أمر صارت بما تمحها قولي تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئة ولكن معناها السيد المستمعين يفهمونه خاصة الشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا معناها مش معنى ينسى أن تلفت معنى إذا ساحبه مش متفهموا إياه ولا ما يصليش ولا ما يسوم مش ولا إلي هو يخليه ويمش بالعكس عندك دور معاه وإذا كنت تذكره مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر طالما أنت محافظ على صلاتك ومحافظ على طريقك المستقيم ولكن إذا كان بشوالي تأثيره سلبي عليك وقد تبتعد عنه وقد تبتعد عنه وقد تبتعد عنه لأنك مطالب كما قال الرسول في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن إذن اتق الله حيث ما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذه قوام العلاقة داخل المجتمع كيف تبني علاقة سليمة داخل المجتمع بل أن الآن في المؤسسات الكبرى ليست في بلداننا فقط وهذا لا نعتمده في بلداننا لأن البلدان الغربية عندما تريد الدخول لأي مؤسسة في العمل يطلب منك حسابك الفيسبوك لماذا؟ للتعرف على من تصاحب ومن تخالط وما هي علاقاتك الاجتماعية وعلى أساس نية مبنية هل هي مبنية على الكذب والخداع وترويج الإشاءة الكاذبة وهدك عرض الناس أم أنك إنسان تتحرى الصدق وتتحرى الأمانة وأمين يعني هم يعتمدون هذه القيم في مجتمعاتهم يعتمدون قيم هذه العلاقات البشرية على أساس نية قيم لأنه سيستخدمك في مؤسسة ستكون لك علاقات داخل هذه المؤسسة فلا يريدوا أن تكون هذه العلاقات إلا مبنية على النقاة وعلى الصدق وعلى الأمانة وعلى حسن التعامل هؤلاء لا يؤمنون بدين الإسلام ولا بأي دين أحيان ولكنهم يؤمنون بهذه القيم التي تحدد طبيعة العلاقة القائمة بين الناس لأن هذاك مؤشر من المؤشرات الهامة في أن هذا الإنسان سيكون مجزي أو لا يكون نعم ولعلنا إن شاء الله نتحدث عن شواء نعم بعد فسنا نتحدث عن قصة حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ل ذكرنا في الآية السابقة عندما قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نعم ولم أتخذ فلان خليلا أي يعني أنك تتخذ مع الرسول سبيلا أنك تختار من تصاحب على هذا الأساس أي على أساس من يعينك على أمر دينك ودنياك أراه لنفهم هذه الأمر أنه من يعينك أيضا على أمر دنياك بالحلال أي طبعا فهو طريق الخير طبعا ينصحك كيف تحسن التعامل مع عائلتك من الخير والله العظيم مش بالضرر ينصحك في الصلاة والصوم والذكرات هذا أمر مفروغ منه أما ينصحك في حسن التعامل مع الناس صحيح في أن تخالق الناس بيخلق الحسن في أن تنجز العمل المطلوب منك على أحسن صورة وكيراك ماشي بشتغلت يذكرك ويوقفك يقولك كيراك مش تاخو حق الناس يقولك لا أعطي حق الناس يعني هذه الصحبة الجيدة ومش الصحبة اللي تزين لك العمل الفاسد وهذه أحيانا الأولياء لا يتفتنون إلى هذه الناحية إذا أردت أن تعرف أثارك في تربية ابنك فانظر إلى ابنك من يصاحب بضبط ومن يخالب صحيح ومع من يجلس الآن عدنا هذه منصة الفايسبوك وغيرها هي تستطيع أن تعرف ابنك مع من يتحدث صحيح وفيما يتحدث نستطيع أن تحدث في كل موضوع ليس هناك إشكال طبعا ولكن هناك ذوابت وهناك قيم الإسلام لا يحدد الحريات أبدا بالعكس تهو ربي للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال له أو أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولا لذين وقال له لست عليهم بمسيطر نعم هذا خطاب مباشر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله تعالى سيحاسب الناس نعم ولكن نحن نذكر بعضنا البعض أن لنا واجب في هذه الحياة أن لنا دور ولا بد أن يكون هذا الدور دور إيجابي في الحياة لا بد أن تكون قال أحسن الناس هم أنفعهم للناس بل أن الله تعالى ماذا قال قال لكل وجهة هو موليه وهذه من الأسئل أيضا التي ترحت عليها في طار لتروح حدثني كيف سنتعامل مع الذين لا يدينون مثلا بدين الإسلامي بمبدأ القيم وأحيانا يعطونا أشياء إيجابية ممكن أن نستعملها في حياتنا الآن مثلا هالتكنولوجيا والعلوم الحديثة ليست من صناعة المسلمين هي من صناعة أقوام ربما يكونوا من المسلمين وغير المسلمين قال كيف الله تعالى يقول في آية كريمة في سورة البقرة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات يعني في الأخير لأن الله تعالى ماذا يقول ليس البر أن تول وجوهك كبن المشرق والمغرب البر مش غاديك مش غادي إنما البر من آمن بالله الذي يؤمن ويكون صادق في إيمانه وعمل صالح وعمل صالح يعني الإيمان مقلوب دائما وعمل صالح والعمل الصالح كما يقول العلماء يعني الأصل المحدد هو هذا المحدد هو أن نتسابق نحو الخير قضية الصديق قضية الصحبة قضية كبيرة ياسر تحدد مصير الإنسان أحيانا وهذا في الدنيا وفي الآخرة سنعود إليها بعد الموجز وتلفونا 71-844-404 لتلقي أسئلتكم في الساعة الثانية كما تعودنا تفضلوا تحويس في تونس لقديمة